اشتركوا في القناة اقامت نروة تعريفية عن لعبة الفنون الغتالية وشرح النقوانين وانظمة اللعبة وكيفية احتساب النقاط في تصفيات المقرر انطلاقها يوم بعد قدن الخميس على صالة نادي الرفاع بالإحنانية وذلك برعاية سمو الشيخ خالد بن حمر الخليفة انه بالاول رئيس المجلس العلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني للعاب القوة وبتنظيم من مؤسسة خالد بن حمد هذا وقد قيمت مساء امس الفحوصات الطبية بمستشفى الهلال التخصصي بدعم من دار الشفاء للمغاتلين الاربعة عشر المشاركين في تصفيات كما من المقرر ان يجرى يوم قدن الاربعاء فحص الوزن للمغاتلين المشاركين في تصفيات والذي يسبغ انطلاق المنافسات اليوم الخميسة حيث سيحدد هذا الفحص توزيع اللاعبين في المباريات بحسب وزن كل لعب عاد فريق الاهل مجدداً للعب المباريات النهائية لدوري زين البحرين لكورة السلة بعد ابتعاد عن الأجواء النهائية دام قرابة الثلاث مواسمة وذلك بعد أن تاهل بشق الأنفس على حساب فريق الويرات رغم خسراته بـ 63 نقطة مقابل 60 من جالبيه حقق فريق المنامة فوزه السادس على التوالي بعدما تغلب على النجمة بـ 93 نقطة مقابل 57 ليضرب النصر الأصفر موعداً مع المنامة في المباراة النهائية موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة